اشتركوا في القناة وعددهم 45 مواطنا حيث تم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم قبل مغادرتهم البلاد تأتي المشاركة البحرينية ضمن عملية تأمين عودة نحو 800 مواطن كويتي قادمين من اوروبا والولايات المتحدة الامريكية ومن المتوقع ان يغادروا مملكة البحرين خلال الايام القادمة لحين الانتهاء من ترتيب مواعيد عودتهم وجدولة رحلاتهم الى دولة الكويت الشقيقة الامر الذي قوبل بترحيب وتقدير واسعين وقد جاءت هذه المشاركة بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لتجسد الحرص البحريني على اداء الواجب واعادة الاشقاء لوطنهم وتعكس عمق الوشائج الاخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وابدى عدد كبير من المواطنين الكويتيين خصوصا من تم تأمين عودتهم امس فضلا عن المنتظرين والمقيمين ايضا ارتياحهم للاجواء التي استقبلوا بها وكانت السلطات الصحية في مملكة البحرين قد عملت على قدم وساق وبالتعاون وتنسيق مع الاجهزة المعنية وخاصة الطيران المدني لتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين الكويتيين الاشقاء وبما يضمن تسهيل عملية استقبالهم والسعابهم وكفالة سلامتهم اليوم وصلنا من امريكا 16 ساعة وصلنا خلونا بباصات دخلونا الخيمة وعطوهم كل واحد رقم وما طولنا ربع ساعة 20 دقيقة ينادون بالأسامي الفحص وما حسنا لعب تعب ولا شيء وراحبوا فينا بالعكس ما قصروا الاخوان البحرينيين وتتوزع خطط العودة الموضوع على عدة مراحل حيث نجحت المراحل الأولى منها كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بما يتوافق مع الأوضاع الصحية سواء في المملكة أو في دولة الكويت الشقيقة وتعمل البحرين بالتنسيق مع الأجهزة الكويتية لإعطاء الأولوية في ترتيبات الرعاية والمتابعة الصحية للمسنين وذوي الحالات المرضية الخاصة وبما يضمن في النهاية عودة جميع المواطنين في الخارج إلى بلادهم ترجمة نانسي قنقر